أجواء كده نتفقل بها إن شاء الله بإذن الله قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية ويا رب يعني دينا العمر ونكون يوم 11 بإذن الله بنحتفل بجد بقى بلقب غاب عننا هو بنتكلم في 14 سنة تقريبا على آخر لقب توجي منتخب المصر هنتكلم عن رحلة مصر وهنتكلم على المشاهد اللي حالكم شفتوها وتابعتوها اللي بالتأكيد هيكل لها تأثير كبير على كل مستويات سيبك من اللقب وصيبك من البطولة دي قصة جهاز فاني وقصة لعيبة وقصة جمهور إن شاء الله في ظهر منتخب مصر لغاية ماينجح نتمنى إن شاء الله في مشوار لكن في رسائل مهمة كتيرة جداً النهاردة خلوني بس أرحب بداية طبعاً بالمحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي الكابتن الكبير فتحي وصيرت ضفنا النهاردة في أسادسة وأول لقاء ليه بيه في السنة الجديدة فأقول له كل سنة أنت طيب كابتن فتحي ويا رب سنة سعيدة عليك بالخير والصحة والسعادة أنت وكل الناس اللي بتحبوه كل سنة طيب يا محميد والف سلامة طبعاً الله يخليه كل سنة طيب هي الجو ده تغير الجو دايماً بصعب شوية بغير الصوت شوية وكده لكن فعلاً زي أنت بتقول يعني زارة الرئيس للفرقة وفلسطاد وفرصة أنه هو يشوف الملاعب الرياضية في المجمع الرياضي اللي هو موجود في العاصمة الإدارية حاجة يعني مفخرة الحقيقة للإستاذ ده والناس كتير كابت تقول ليه ما لعبتوش المبررة الويدية دي فيه لا هو عايز عايز افتتاح خاص وعايز تنظيم خاص يليق بهذا الصرح الكبير اللي هو موجود أكبر أستاذ في مصر يعني بالمساطرة التدوار وحاجة تفرح يعني أعتقد أكبر أستاذ في خارة أفريقيا كلها آه يعني ما فيش في الإستاذات ما فيش الكلام ده لكن يمكن كمان النظام بتاعه مش أنه كبير أي واحد حتى الدور الثالث بتشوف الملعب لكنه هو قريب منك بالزبط وضع الكراسي وضع زاوية الرؤية شوف الإضاءة ناس النهاردة شافت الخطوط العريضة لكن تفاصيله لا أنك تعمل أستاذ النهاردة بمقاييس الجيل الخامس ده فيها تفاصيل كتير جدا ولتحت الأرض غير لفوق الأرض غير لفوق الأرض في حاجات تانية وفي قاعات تانية وفي مدرجات تانية وفي كرة سلة وفي كرة طايرة وفي هندبول وفي سباحة فكرة منظومة التي تتكامل على مقرسات 92 ألف متفرج لازم تكون فيه منظومة دخول وخروج على أعلى مختاوى وخدمات خدمات منها الدخول والخروج والخدمات الداخلية والخارجية والطرق وكل الحاجات دي فأنك تجيب 92 ألف هتدخلهم في ساعة ونصف ساعتين وينفضوا في الحكاية دي طبعا نعملها مياس سهلة طبعا لكن منظر العامة يا كابتن فتحي الحقيقة يعني أعتقد إضافة كبيرة جدا للبنية التحتارية ضياف مصر بتقول أنه فيه تمام نمرة واحد من الدولة بالرياضة ونمرة اتنين بتقول ودي ممكن منسبة لي أنا كمان الرسالة الأهم قدرة المصريين على الإنجاز فكرة أنه رئيس بيكلم النهاردة أنه الملعب ده والاستاد ده من ست سنين كانت أرض فاضية ست سنين قدر المصريين كانت ست سنين مصر عملت واحدة من أهم المدن الأولمبية على مستوى العالم مدبرها ده هو ده النساء المصري المصري قادر على التحدي قادر على الإنجاز قادر على أنه يقدم صورة سواء اللعب في الملعب فهو بقول لهم يعني إذا عملنا لكم الحاجات الكبيرة دي مفروض يعني يبقى لكم مرضود أنتم في الكلام ده كله فإن شاء الله يسافروا وإن شاء الله يرجعوننا بالكاز بإذن الله طيب خليني كده أبدأ معك بالتاريخ يعني منتخب مصر وصحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أمم أفريقيا وصحب عدد أبرد رقم القياسي في عدد الأصول للمطشاط أو المباراة النهائية الأول خليني أسألك على مقولة أنه منتخب مصر ما بيظهرش غير في البطولات المجمعة رأيك فيها هل دي قاعدة حقيقية هل شايف أنه نجاحات المصريين بس تبقى في البطولات المجمعة ولا أنت مختلف مع وجهة النظر لا لا ما يختلفش هي الحقيقة دي كده ودي من زمان يعني إحنا تشرفت أنا كنت مساعد مدارب أو مدارب عام منتخب مصر أربعة وسبعين اللي اتعمل هنا في أستاذ القاهرة ومنتخب مصر أربعة وثمانين في ساحل العج ولها قصص كتير يعني وبعدين فده أربعة وسبعين وأربعة وثمانين ثم ستة وتمانين اللي كسبنا فده يعني مع البطولات يعني التاريخ كتدريب مع البطولات فعلا الفريق لما بيجمع وبيعودوا مع بعض وبتألفوا مع بعض الروح بتتولد وبتخلق وبيبدأ تحس بفريق منتخب مصر فريق شكل تاني خالص الجانب الاجتماعي والجانب السوشيال والجانب الحياة اللي معهم هي دي اللي بتخلق الروح للفرقة وبتربطهم وتصروا مع بعض عشان يقدروا يقدموا متشات ويوصلوا النهائية من بعد آخر تتويق في 2010 قبل ما تكلم عن البطولات الخامسة اللي هي من 6800 إلى 2010 بعد آخر من بعد 2006 مصر 2008 غانا 2010 أنجولي مزبوط من بعد البطولة دي حسيت أنه منتخب مصر أو شخصية منتخب أي نسخة من نسخة حتى اللي وصلنا فيها النهائي مع هكتور كوبر قدام الكاميرون واللي وصلنا فيها النهائي مع كارلوس كيروش قدام طبعا دي لقطات من 86 اللي حضراتكم شايفين هادي هل كان يعني كنت شايفين أنه في نسخة ظهرت فيها شخصية منتخب مصر حقيقية أو اللي أنت كنت منتظرها لا بعد كده من بعد 2010 الغاية بعد 2010 حصل إذي إيه بيغير جلد الفرقة الفرقة بتتغير أي ومش عارفين نسبت لا على لعبة ولا على مدرب وبالتالي ما بتثبتش على مدرب فالمدرب مش هتثبت على لعبة فأصبح فيه تغييرات كتير فيه اللاعبين اللي بيلعبوا في الملعب وفيه تغيير فيه المدربين فأصبح التشكيلة دي والتوليفة دي عملت روحوا تيجي يعني غيرنا حوالي أربع مدربين في الفترة دي بالإضافة اللي هم اللي اشتغلوا يعني إحنا جاي جاينا نحن برنا أربع مدربين في السنتين الآخرين بس لا كان فيه بوب برادلي اللي هو جاه وبعدين فيه جي كوبر وبعدين جي فيه بعد كوبر جي كابتن حسن بدري وجي كابتن أهب جلال وبعدين جي كارلس كوروش وبعدين فيتوريا فطبعا تغيير المدربين بيغير فكرة اختيار اللاعبين فالفرقة ما بتزبقتش فشخصية المنتخب ما ظهرتش حتى في النسختين اللي وصلنا فيهم النهائي بدأت تظهر مع كروش بدأت تظهر مع كروش في النسخة النهائية وكوبر في النهائية اللي احنا رفاها كاسي العالم لكن الحالة دي اللي احنا موجودين فيها هي أحسن حالة لما بعد عشرين عشر هل في عامل معينة يعني في النسخ أنا طبعا ما حضرتش في مقدارش أحكم يعني على سبعة وخمسين وتسعة وخمسين لكن من أول ستة وتمانين كان مايكل سميس أعتقد كان مايكل سميس تمانية وتسعين كابتن جوهري يا الله يرحمه ستة وتمانية وعشرة كابتن حسن شحات هل في عامل معينة مشتركة تقدم تراين عليها أو تحطها كده الأولويات كانت سبب في تحقيق مصر الألقاب دي ولا كل بطولة كان لها السيناري مختلف أساسا يعني هو في ستة وتمانية وعشرة معروفة ليه ستة وتمانية وعشرة كان النادي الأهلي في الفترة دي بيكسب كل البطولات وكان عنده سكواد أو قوام لعيبة متميزين جدا أحسن قوام جي في الفترة دي كانوا عند النادي الأهلي وبالتالي النادي الأهلي كانت البطولة دي دايما تقام في شهر يناير وبطولة نهائي إفريقيا كان دايما يقام في شهر دسمبر فأنت لعبة النادي الأهلي بتتحضر وبتلعب وبتكسب البطولة في شهر دسمبر تاخدهم إنت بقى من شهر 12 تلعب بيهم شهر واحد هم هم نفس اللعيبة فالنادي الأهلي كان فيه بيبقى عشرة في المنتخب تمانية أساسيين منهم بيجي واحد مثلا أو اتنين من الزمالك زائد اتنين ثلاثة من اللي ما كانش فيه صلاح بيجوا من اللي هم زيدان وكده اللي هم جايين من زيدان وعبد الصلاح آيوة بس بعد كده ما كانش فيه فقوام فرقة التسعة يعني بطولة ستة وتمانية وعشرة ترجع لي مش عايزان أقولها متحيز وده النادي الأهلي وكده ده حقيقة يمسكوا الأسماء اللعيبة اللي كانت بتلعب في الفترة دي في التلعب بطولات ونتكلم فيهم يعني مثلا ما فيش يعني على الأقل السابعة أساسيين مع بعض من نادي الأهلي تمانية والتلاتة بتغيروا ف واحد من إسماعيلي واحد من اثنين من زمالك اللي هم محترفين بس ما كانش في حد ما كانش زال الوقت فالفرقة كان بدي وظروف الفرقة إيه إنها بتنتهي في ديسمبر وهم في الأجندة بتاعت المسابعات نفسها بتبدأ بطولة أفريقيا واللعيبة بتاعتك في الطوب فور الطوب فور ما هتروح انت على طول على النهائي في شهر يناير خلاص هتلعب لازم تكسبها فده اللي حصل في التالي بطولات الظروف مشابهة في النسخة اللي جاية شوية يعني حتى لو كنت مش بتكلم عبطوط أفريقيا بس لعيبة الأهلي مثلا وده في نقطة مش عاوزين ده لا يقدل من حسن شهاتها طبعا يعني أنا إذا كنت بتكلم على القوام اللعيبة ما بتكلمش على المدربين يعني اللعيبة جاهزة كده فإذن هو إزاي يستغل القوام مدرب فالكلام ده اللي هي كانت أيام مانو الجزية فمانو الجزية بيقدمه كان رابط مع حسن شهاتي فحسن شهاتي كان عنده القدرة إنه هو بيأخذ اللعيبة دي وبيحتضنها ويربطها ويكمل بيها بطولاته حتى لن نخلل من حسن شهاتي أصعب بطولة أصعب بطولة من وجه نظرك حقا منتخب مصر في بطولاته الأفريقية في التلاتة دول لا في الخمسة من 86 98 و86 طبعا هي نقدر نقول 98 98 نكينا فاسو صعبة جدا يعني كابتن جواري حتى لما هو كان مسافر بقول لك يعني 13 وإحنا بعيد وبعدين يليها 2006 رغب أنها كت على أرضنا على أرضنا عشان كت على أرضنا صعبة ثم 86 اللي إحنا أول ماتش خسرناه وبعد كتا كسبنا وكتا سنغل أعتقد 2008 و2010 كنا وقفين على رجلين كنا في قوام وكان سكواد وكان في نظام وفي نجاحات والنجاحات النجاح بيؤدي إلى النجاح شايف مشوار فيتوريا مع منتخب مصر من أول ما تبلل للمسؤولية لغاية ما هيبدأ يعني طبعا فاضل للمباراة أو جولة أخيرة جولة تحضيرية مع تنزانيا بكرة هكلمك فيها شوية المطلوب منها لكن شايف المشوار قدر يحط فكره أو يحط بصمته على منتخب مصر لا هو قدر وبعدين هو هادي وبعدين المدرسة البرتغالية اللي هي أقرب حاجة لللعب المصري يعني زي المصريين وبالتالي فهم قريبين من بعض سواء فيتوريا أو الفرقة وقدر يلم وهو طالع بهدوء وبتركيز لغاية ما وصل يعني أنه وصل دلوقتي لأنه راحت بطولة وبعض الكلام اللي كان بيقوله على اختيارات اللاعبين وليه خد ده وما خدش ده وكده في زي ما بتقول عدلت السماء حلت له مشاكل حلت السماء حلت له مشاكل ياسر إبراهيم تحديد اللي هي خصوصا بتاعت ياسر لأن ياسر ده مهم جدا جدا مش عشان هو ياسر ياسر أكتر واحد جنب ياسر وفي حجازي وحجازي جاي من إصابة فالإصابة دي مش عايزة تضغط عليه سبع مباريات هتقول لهم هلعبوا سبع مباريات أقول لك آه ما ونت هتلعب على النهائي إن شاء الله هتلعب على النهائي إن شاء الله إما بتلعب نهائي هتلعب سبع مباريات إن شاء الله ثلاثة في التصويرات واثنين هكلمك على مشوار مصر في البطولة هكلمك على الفرق اللي رايح تنفس على اللقب بإذن الله مع المنتخب المصري وهكلمك على مطشو تنزانيا بكرة مباراة تنزانيا ردية أكتر استفادة بيطمح روي فيتوريا في تحقيقها من مواجهة تنزانيا المباراة هتلعب بكرة على السادة القهارة الساعة 6 كل الكلام مع كابتن كبير فاتح نصير معنا في السادسة لكن بعد الفاصل بتهاري كل جمهور الكرة في مصر مستني لقاء تنزانيا بكرة عشان يتطمن على شكل المنتخب قبل ما يبدأ إن شاء الله أول لقاءته الرسمية في بطولة طمام أفريقيا يوم الأحد القادم أو بعد القادم يعني بعد مش بكرة اللي بعده أمام موزنبيق إيه الأهداف اللي بيسعى روي فيتوريا لتحقيقها ممكن على فكرة تكتيكيا فنيا اختيارات تكون يعني مختلفة تماما عن أهداف الجمهور لكن خلينا نتفق إنها تجربة بالتأكيد هتكون مفيدة لروي فيتوريا نسمع رأيي كابتن فتح نصير ضفنا النهاردة في السادسة إيه اللي مطلوب من فيتوريا أو إيه الأهداف اللي بيسعى فيتوريا لتحقيقها في ماتش بكرة كابتن فتحي وهل تعتقد إنه هيراهن على الطريقة والأسماء اللي هيبدأ بيها مشواره في أمام أفريقيا هو عادة أي مباراة بيلعبها قبل بطولة زي دي بيطمئن على سلامة لعبته الموجود السكوارد اللي عنده والفكر اللي عنده هو طبعا في تصوره وفرقة 11 هيبدأ يغير في 3-4 يعملهم فحيبدأ بي المجموعة اللي ممكن يبدأ بيها السلام عشان يبدأ إن دولة سلام وحيننفذونه نقطة تانية خططية بيشوف إنه هو أنا أسلوب لعب حيلعب بيه طريقة اللعب وخطة اللعب اللي هو حيلعبها مش إن أنا بلعب بيها مع تنزانيا لا إلا أنا حلعب بيها مع موزنبيق ما بيهموش بقى الفرقة اللي قدامه دي إيه هو حيلعب والتاني يغير نمرى 3 إنه بيهيأ اللعبة بفانيلة المنتخب ويقربهم وبعض والعين تقرب لفانيلة المنتخب يعني بعد هم جايين لعبة منتخب من أندية مختلفة بألوان مختلفة وبفكر مختلف واللي جاي من أوروبا واللي جاي من أسيا واللي جاي من هنا في كل الكلام ده كله عايز يقربهم فعايز العين يربط العين بالمخ والجهاز العصبي يعني من ضمن الإعداد النفسي للفرقة لأول مرة بشوف أنه يعني لما نبص للتشكيلة والأسماء اللي موجودة مع روي فيتوريا اللي رايحة على كود ديفور إن شاء الله يوم تسعة وبص لشكل المنتخب في آخر نسخة من نسخ الكرن اللي كان موجود مع كارلس كيروش ما فيش اختلاف كبير يعني تقريبا هي نفس التشكيلة تقريبا هي نفس الأسماء بنسبة 95% قريبا في اسم أو اتنين لكن التشكيلة نفسها فكرة إن المنتخب ده كان لسه في آخر نسخة واصل وكانت الروح والشخصية اللي كنت بكلم حداك عليها قبل الفصل كانت واضح قوي في النسخة الأخيرة لبطول تلكان بالزبط إزاي يبني فيتوريا على ده يعني إزاي يكمل عدد أنا بقول إنه ما حستش في ولا مرة مش أقف حك تتفي برضو معي لا في ولا مرة من بعد 2010 إن المنتخب رايح قريب من تحقيق لقب زي النسخة اللي احنا راحناها في كود ديفور لأن الفرقة دي العين استريحت لها وشافتها كتير بنفس التشكيل ده أيام كروش في حاجات فهم فوجئت لنا وفي تغييرات لعيبة ما كانش متوقع وده لعب ما كانش ممكن يلعب يخش في الحصارات فدلوقتي أصبحت يعني مثلا لما بص ألاقي في خط الضار ألاقي عبد منعم وحجازي عبد منعم كان بعيد وما كانش موجود وما كانش في الصورة أصبح دلوقتي أساسي صحيح فإذن ده جزء حجازك عبد منعم شارك في بطولة أمم أفريقيا شارك بس استدعاء أيوة بس يعني ما كانش عليه العين ما ده لنا بقول عليه العين مش عليه يعني لكن دلوقتي الناس كلها عارفة عمينها مين عمينها عارفة مين حجازي عارفة مين فتوح وممكن تقول لي ما فتوح بقالي مدة ما بلعبش بس فتوح من نوع الفوتبولر اللي هو لعيب لعيب الكورة غير لعيب البدني ممكن بدني مش هيقدر يكمل ممكن فيقدر يستبدلوا بعد كده في نهاية مباراة أو يريحه مطش أو لازم يبدأ به يعني لازم حيبدأ به يعني انت شاف أنه الحداشر الحداشر اللي حطيتهم فيتوريا في دماغه واضحين أو حاسمين أمكانهم هم 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 دلوقتي يعني الشناوي الحمد لله سليم وكان عنده إجهاد وليس عنده إصابة فرق بالإجهاد والإصابة إجهاد يعني أنا مرهق ومنش قادر ومكسل لكن ما عنده إصابة العضرة سليمة والإياف سليمة وكل حاجة سليمة بتريح فالنغمة العضرية بترجع الوضعات طيب لرجله فاتوح وحجازي وهاني مع جمال التأدير لحجازي طبعا نجم كبير ورمانة ميزان وققت جوه الملعب وبرى الملعب بس هو سؤال يعني كرة وبحث متقلقش شوية من حجازي السنة اللي فاتت طبعا ثلاث متشات بس بقاله سنة ملعبش لو عامل رمانة صليبل بس هو لعب مع متحاد جدة دي متشات قوية يعني بس برضو نقدر نقول ان فعلا لسه حجازي مش في الطوب فورب بتاع مش في الطوب فورب لكن كخبرة وكأداء وكقائد في الملعب نقول عليها الطوب فالحاجات دي هتعوضوا لكن يعني هو حجازي هو موجود لكن ندعو الله انه يبقى يظل سليم ويكمل ويقدر ومبدأين دويته حجازي ومنعم لو الاتنين طوب فورب انت يعني عندك خط دفاع قلب دفاع حديدي يعني وبعدين فتوح احنا شفناه في اخر متش اللي هو كان جزائر فبرضو كانت لعبت في الامارات فتوح برضو امدمج مع الفرق وعمل بطولة بتاعة السنغال هيلة بصراحة في البطولة القديمة اللي هي من نسخة الأخير لا نتكلم في اخر حاجة يعني لأنه كان توقف وهاني فيه طبعا امام عشور موجود في النني موجود الاصراع اكتر فين في خط النص يعني ملامح خط النص هي ممكن يبقى فيها شوية حيرة هايبقى عنده الفرق اللي قدامي عايزة ايه انا هنزله على حسب ما هو يعني هتجيله حتة الاختيارات مش حاجات مفروضة علي يعني موزنبيق غير غانا غير راس ايو يعني الفرق اللي قدامي انا هلعبها ازاي فاذا كان امام وعنده مروان وعنده موهند لاشين لحمد سنزيزو يعني ونني يعني وبعدين قدام برضه صورة واضحة سواء صلاح او مصطفى او تريزيجي يعني الحتة اللي قدام دي عنده لعبة كتير يلعب في عندي عمر يعني كزا واحد في الحتة دي اللي ورا مش هبقى فيها هزار كتير لكن في عنده حتتين اللي بنقول عليهم حتة الباكشمال اللي هو فتح فيه وحتة حجازي اللي يعتبقى أقل يعني فيه حتة برا الشغل الفني مع لعيب زي امام عشور مع لعيب زي ياسر إبراهيم شايف انه فيتوريا لازم يشتغل عليها كهربا محتاج فيتوريا لنشتغل عليها شوية لا يعني هما دورت عندهم يعني خبرة وفي ربط بينه وبين اللعيبة هما مش جداد على اللعيبة فسهل انهم حيربطوا معهم بس طبعا يمكن فيتوريا حيختار منهم او حيطلب منهم واجبات تانية شايف عندهم امكانيات فحيطلب منهم حاجات ما كانوش بيعملوها فانديتهم لكنيكم عاوزان اهو عاوزان في المنتخب عشان يكمل الصورة بتاعته فده بالنسبة للبتوريهية شيء من التوفيق بس خصوصا في اول مبارا والفرقة تمشي حيقدر يغير وبحدود وبعقلانية احمد جمعيتنا من وجهة نظرك سهلة كابتن فتحي مفروض يعني ولا 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 فيها خطورة لا فرقة تلعب على طولة فدي مفروض انا اول وثاني وفي نقطة لو طلعنا اول هنروح فين ولو رحنا تاني هنروح فين يعني احنا اول لو طلعنا اول في مجموعاتنا هنقابل النحى التانية سهل عاق لو طلعنا تاني هنقابل المغرب مش هنقابل على طول يعني في طريقنا في سكتنا في طريقنا هيبقى مغرب او في طريقنا سهل عق فطبعا قبل النهاية اللي يبحث عن البطولة كابتن فاتحي لازم يحط احنا على فكرة بالمناسبة مشوار منتخب مصر في البطولة الاخيرة دي لعبنا كل كبار القر لعبنا مع نيجيريا صحيح مطش وواحش قوي في البدايات لعبنا مع المغرب واحدة من اجمل مطشوط المنتخب لمصر يمكن في العشر السنين الاخيرة يعني شفت فيها شخصية منتخب مصر وادئنا نكسب المغرب يعني العقبة الوحيدة اللي كانت قدامنا كانت السنغال ارض وملعب وجمهور ومصطديفة بطولة وجيل زهبي بالنسبة للسنغال وبرضو لعبنا مبارك وايسة جدا وكاتت رقلات ترجيح مغرب يعني السنفات غير مغرب دلوقتي مغرب دلوقتي جاية مسلحة برابع العالم يعني هي نفس علقة من وجهة نظر الكابتن فاتح من المنتخبات اللي شايفها هي المنتخبات اللي اقوى على الساحة في البطولة في البطولة افريقيا مصر ساحة للعاجل مغرب وممكن السنغال يعني مصر ساحة للعاجل مغرب بس للأسف سبعات الجزائر لا يعني الجزائر مش هتخش معهم يعني ماتخش في المربع للأسف ان مصر هتقابل إما السنغال عاصلي هتطلع من المغرب أو المغرب أو المغرب والفريتين ذوات مسهلين يعني وبعدين يعني بالنسبة لنا يعني هو ده اللي حيبقى نهائي مبكر اي انك هتلعبه اللعيبة اللي سنة سنة أولى أمم أفريقيا واللعيبة أصحاب الخبرة في أمم أفريقيا أدوارهم او شايف البطولة دي بالنسبة لهم ازاي لأنا شايف إن معظم اللعيبة يعني مفيش سنة أولى لا يعني إمام مثلا لا شاركش غير لا 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 يعني ما كانش أساسي قوي آه يعني ما كانش آه عبد المنعم ما كانش أساسي برضو في حسابات كيروش يعني لا بس من الوقت أساسي بعد كده آه بس بعد كده أساسي لا لعب أفريقي يعني مش تاني أقصد أقول ما كانش وعلى فكرة عبد المنعم ما كانش في حسابات أي حق يعني سنة أولى كان لو هو أول مرة يلعب أول مرة يشارك فأنا شايف إن الموجودين كلهم عندهم خبرات كلهم لعب أفريقي يعني خط الثلاثة اللي قدام مصطفى أو صلاح أو نقول تزيجي وعمر مرموش التزيجي وكهربا كله تلعب أفريقي اللي هم المهاجمين كوكا لعب أفريقي ووسط الملعب لو قلنا إحنا قلنا ثلاثة ومعهم زيز ومعهم حمدي يعني برضو كلهم لعبوا أفريقي يعني أنا شايف خبرات أفريقيا كلها موجودة أتقل هيني أكرم توفيق وعمر كمال أحمد سامي من بيرامد السندي أول سنة برضو أول سنة حمدي مروان عطية كل دول لا مروان عطية سنة أولى مروان عطية سنة أولى سنة أولى سنة أولى فيعني لكنه أخذ بطول أحسن لعب كس عالم فدي بتدمجه كس العالم بتقربه أنه هو يكون موجود فسط المجموعة دي يعني أنا شايف أن الفرقة كلها قوامها واختياراتها وتأثيرها عندهم عندهم الخبرة وعندهم الحس وعندهم الدفع المعنوية اللي خدوها النهاردة السبت ومبارح الجمعة في الناس اللي كانوا معهم أبطال مصر في الألعاب الفردية ثم وجود ستراز معهم النهاردة دي كلها عوامل معنوية ودوافع بتديهم وبتديهم إحساس بأهميتهم وبترفع عليهم وبتديهم دفع أكتر غير البطولة إن هو بيقول لهم يعني إن شاء الله ما ترجعوا بقى دي دي مهما كان أنت دي بتديك تحسنك براحة لك ولجهازك وللمدرب وللعيبة وللعملين وكل بقية الجهاز لا وأنا بشوف إن في أسماء كمان في الجيل ده تستحق إن يبقى عندها في تاريخها وفي رصيدها بطولة أفريقيا صح؟ أكيد خلينا نتكلم أكتر ونسمع تفاصيل أكتر ويهمني كمان أنا يعني بشوف إنه يعني زي ما بقول مثلا في الأهلي دايما إنه جمهينا دي الأهلي البطر رقم واحد بشوف إنه جماهير الكرة في مصر على مدار مشوار المنتخب مصري وكل نجاحاته قبل كده كانت لها دور كبير جدا في نجاح مصر جوه مصر وبرى مصر فكلامنا كمان عن الجمهور وعن دعم الجمهور في الفترة اللي جاية مش بس في يوم المطش أو مش بس في المدارجات على سوشال ميديا ووسائل الإعلام أعتقد لها دور كبيرة جدا كل البرامج ووسائل الإعلام الرياضي أعتقد لها دور كبيرة جدا حسبع رأي كابتل فتح ينصير لكن بعد فاصل أخير فأي لحظة من اللحظات لو عشت يعني قبل كده ذكرت حقيق أنت أكيد لو عندك أكتر من 15-16 سنة لمحت كده آخر بطولة حققها حقق منتخب مصر لقب بطولة أفريقيا حالة الفرحة والسعادة اللي كانت بتبقى عند جمهور كل حاجة بتدوب كل حاجة بتتنسي العصبية التنشنة منتخب مصر دايما هو الأرضية المشتركة اللي بيقف عليها كل جمهور الكرة في مصر ومش هبالغ لو قلت الشعب المصري كله حتى الناس اللي ما بتشوفش ولا بتتفرج ولا بتشجع أي نادي في مصر حالة التوحد دي أنا الحقيقة مفتقدها جدا قبل البطولة دي وعارف إنه ممكن يكون فيها أسباب منطقية أو يعني البعض ممكن يبقى ليه أسبابه ممكن بزع لم المنتخب ممكن يبقى حاسس المنتخب بقاله كتير ما فرحناش ممكن يبقى ليه أسباب تانية كتير لكن هي بالنسبة لي في النهاية أعتقد يعني مش 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 إحنا كمصريين أنا أتمنى الحقيقة في الأسبوع اللي فاضل قبل انطلاق البطولة ده أشوف حالة التوحد تاني وعارف منتخب مصري خلينا أسأل عن دور الجمهور دور الإعلامة يا كابتن فتحي في قصة يعني بتهالي عشنا سنين طويلة جدا ما شفناش أي لحظة فيها غاب الدعم والمساندة من كل المصريين لمنتخب بلادهم حاسس أن القصة دي بتتكرر واللي حسس أن المراضي لحكاية مختلفة لا هي بتتكرر رغم أننا الفترة اللي فاتت كان فيه عزوف عن حضور متشات المنتخب حتى حضور متشات الأندية إلا زكاة البطولات القرية يعني بطولات اللي فيها أفريقيا بطولات عالمية كاسعالم أما المتشات المحلية والكلام ده لا بس أنا شايف أن دوافع الجمهور اللي حصل لمنتخب مصر مبارح والنهاردة من القيادة السياسية ومن المسؤولين ومن كده دي هتدي دافع بتصحي الشعور الوطني والإحساس الوطني اللعيبة أنهم يبقوا موجود فحيتلموا دلوقتي بدأنا فعلا يعني تحس أول ما بتقرب الأمور فإن شاء الله كله بيتلم طبعا إحنا الفترة اللي فاتت فيه حاجات كتير كانت وغدانة عن البطولة وعن الكورة والأوضاع اللي بتحصل في العالم وغزة وما فيها والحاجات دي كلها واخدى جزء مش واخدى كل الناس واخدى جزء من الجمهور لكن دلوقتي الجمهور أكيد إن شاء الله بأمر الله حيجمع تاني وحيلاقي نفسه وبعدين إحنا شعب وقت الشدة فإحنا هي دي شدة بقى إن إحنا عاوزين نعملها وعاوزين الكاس وشايفين إن إحنا عندنا مجموعة لعيبة قدرة إنها ترجع بكاس أفريقيا خبرات فيتوريا في أفريقيا ممكن تبقى مقلقة بالنسبة لك شوية يعني كارلوس كيروش مثلا لما جاء أو حتى هكتور كوبر من قبله على سبيل المثال كان عندهم خبرات مع مدنس كتير جدا ألا أبا كان كارلوس يشتغل مع جنوب أفريقيا واشتغل مع إيران واشتغل مع إيران ألا يعني كأفريقيا اشتغل مع إفريقيا مع المغرب واشتغل مع جنوب أفريقيا فيتوريا خلاص شاف الماتشات وشاف الماتشات الأهلي وشاف الماتشات الزمالك في إفريقيا وماتشات البيرميدز وفيونش وكل المجموعة دي شافهم وشاف الكرة الإفريقية فقرب منها والماتشاة اللي هو لعبها كمان قربت منه وسافر ما خدش اختبار صعب أولا كابتن لا ما فيش اختبار صعب بس شاف شاف الأجواء هو دلوقتي عايز مخ قصاد مخ يعني مدرب قصاد مدرب الكافة دايما بتميل مش تقالين من فيتوريا أنا واحد من المتحمسين لي جدا وخصان بدايته كان طيبة جدا يعني حقيقي بقالي سنين ما شفتش منتخب مصر لا مع مدرب وطني ولا مع مدرب أجنبي بيقدم كرة دي شفت له ماتشات كتير حقيقة حسستني أنه منتخب مصر رجع من تاني قوة عظمة في القرى لسمراء لكن في النهاية الكلام على أنه لم يتعرض فيتوريا لاختبار حقيقي وأنه ده أول اختبارات فيتوريا مشايف ده ازاي يعني سواء تصفيات أو سواء ماتشات ودية أو ماتش بلجيكا واحد من أروع الماتشات اللي قدمها منتخب مصر ماتش الجزائر واحد من أهم وأصعب الماتشات اللي خدها فيتوريا دي ماتشات قوية دي يعني الجزائر وتونس قلنا دي أقولت التوقيت التوقيت بتاعها كان فعل لكن الجزائر احنا شفنا الجزائر عامل زي هو مدرب فاهم وعارف وحافظ لعبته وعارف يطلع منها إيه وإن شاء الله أنا يعني متفقلين خير لازم لازم حنوصل المربع الأجنبي باجد صعوبة شوية في التعامل مع اللعب المصري يعني دائما نجحتنا مع مدربين وطنيين دائما منتخب مصر ممكن بياجد صعوبة بس زي بقولك البرتغالي قريب من التركيبة المصرية من التركيبة المصرية يعني شفنا من وجزه لما جاي وعاشي زي مع الناد الأهلي فالبرتغالي قريب من اللعب المصري البرتغالي هي هو فموجود يعني هيقدر إن شاء الله بس أنا واثق إن شاء الله بأمر الله إن إحنا نخش المربع الزهبي إن شاء الله لازم يعني دي أكيدة لأن وانس إن إحنا وصلنا المربع الزهبي بقيت في النهائي الذكريات وخبرات الماضي أكيد حكون سلاح لك في الحاضر والمستقبل بإذن الله إن شاء الله كهرباء معنا في الصورة واحد من النجوم اللي يعني اللي يتراهن عليها واحد ممكن بفتكر دائما يعني طبعا مش مقارنة لكن بفتكر مثلا إن حمد ناجي جده في البطولات أفريقيا 2008 كان واحد من أهم الأوراق الربحة لتشكيلة حسن شحاته وبقى أدى في البطولة 2008 كانت في غانا البطولة دي فطبعا يعني ما قلتش أنا بقول كل المجموعة لا أنا كم أستاذنه جديد على فيتوريا يعني فيتوريا مع صلاح مع مرموش مع ترزيجي أبقال مع الخط الهجوم بتاع منتخب مصر مع مصطفى محمد لعبة قريبة من دماغ الرجل وقريبة من فاهمين طريق تعمه وتفكيره أشاف مباراة الأهل كتير يعني هو كان بيتفرق في الملعب لمباراة الناد الأهل كتير والمدرب بيحس باللعب وبشوف الملعب وبيتخيله وهم أبنهم بيختار يقولك أنا حاجة هلعبه فين وما كان مين وكده فهو مش مش يعني ممكن نقول إنه هو ما اشتغلش معاه وما قربش منه خفزه وعرف إمكانياته لكن الشكل بتاعه مش غريب عليه فسهل إنه هو يقدر وبعدين كهرباء أصبح دلوقتي من اللعب الملتزمين جدا 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 في الناد الأهلي وفي منتخب مصر غير ما بدأ زمان لا أقصد دايما إنه في البطولة مثلا في بطولة بتولد معان جمهة يعني في بطولة بتشهد ميلاد نجم مع منتخب مصر بالضبط أو نجم للبطولة كلها مش بتكلم علينا النجم عندنا هنا في مصر يبقى نجم البطولة نفسها هو أحد النجوم للأسف نصيب يعني أنا كنت بتاقع لكوكا أحمد نبي الكوكا يعني كنت متخيل له إن في هذه البطولة نجمه حيال لكن قدر الله ومشاء الله فعلي في مناسبة يعني بما إنه أعرب حاجة بالنسبة لنا كتكسر عالم فأنا بتهالي إنه كان اكتشاف كنا عارفين من قبل ما يروح نلعيب كويس لكن كان اكتشاف في البطولة كوكا مثلا قدر أقول عليه خرجنا من البطولة دي بنجم كبير اسم كوكا ياسر بأداءه ربنا أنصفه الحقيقة ودخوله لقايمة المنتخب مرة ثانية واحد كان من نجوم البطولة وكان بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا إنه ما يتمش اختياره من الأول لكن الحمد لله هو تم اختياره إمام ومروان بالمناسبة كمان مروان برضو حكا يعني المجموعة البطولات الكبيرة دي يعني ايه بتظهر وبيتولد فيها نجوم ما كانتش موجودة عصورة فإن شاء الله بإذن الله أنا يعني إمام عشور كمان بصراحة كان واحد من نجوم بطولة كاس العالم ومروان مرة خد منا ودماتش وإمام مرة خد منا ودماتش بالزبط رجل مباراة فدي برضو حاجة مش قليلة وعجبني في مروان حاجة كابتن فاتح إنه لم نفسه بسرعة حصل له دروب كده ومفهوم طبعا وكان طبيعي ومنطقي ظروف الخاصة اللي مر بيها أكيد طبعا تأثر على أي حد في الدنيا لكن عجبني فيه إنه هو قدر يتخطى ده ويدوس على نفسه ويرجع تاني مروان كان قنبلة السيزن اللي فات مع النادي الآن مين من نسبلك ممكن يكون حسن أسود في بطولة قمم أفريقيا أو منتخب شايفه تايما كل سنة كده بتطلع دولة أو منتخب ما يكونش داخل في الحسابات لكن بنوه عليه مفاجأة أو حسن أسود في البطولة فيه كتير يعني ما نقدرش نحدد واحد يعني هم دلوقتي يعني أسل القمم اللي هو يعني مصر المغرب الجزائر دول منطقي تونس، غانا، كاميرون، ساحل العاج، بوركينا كل دولة فرق كبيرة يعني اللي بين ما تخيالش من الفرق اللي هي صغيرة يعني إنها هتطلع تنط على الناس دي في الفترة دي يعني معرفش حاسس كده البطولة دي مش هابقالها يعني مفاجأات كبار سيطروا على المشاة مجموعتنا مين أعرف فيها للتقاهر مصر وغانا مصر وغانا شايف غانا هي المنافس الرئيسي المصري في المجموعة؟ الماضي بتاعها سنجيل ده يعني يختلف شوية عن البلاك ستارز اللي احنا عارفينهم لا طبعا يختلف كلياتا يعني مش هيبقى في مستوى الماضي لكن عنده خبرات الماضي اللي ممكن تخليه يخش يعني مع يعني هيلعب موزنبيق و وحيلعب الكافر الراس الأخضر فطبعا مش هم دولة اللي ممكن يكافر أقرب حاجة أكتر من موزنبيق كمان كاب فردي شايفها قريبة أقرب من موزنبيق يعني موزنبيق انت عارف انها برتغالية يعني انت كلمة برتغالي ودي البلد بتاعة كالوس كروش اللي تولد فيها موزنبيق هو أصلا من موزنبيق هو أصلا من موزنبيق واتولد وراحوا بعد كده اسبانيا انت بتحضر كابتن فاتحي مع الاتحاد الدولي مع الاتحاد الأفريقي دول ناطقة بالعربية ودول ناطقة بالإنجليزية أكيد متابع انه في تطوري أنا بشوف الحقيقة انه في دول كتير جدا في أفريقيا ما كانتش موجودة على الخريطة عملت نقلة وعملت طفرة كبيرة جدا بالزبط عملت نقلة لأن في لعيبة من عندهم كتير احترفوا برا ما أفروش على نفسهم تلاقي البلد يقول لك لا دي البلد صغيرة 83-84 مليون وعملت فرق كويس لا هي مش عاملة بالدور الموزنبيقي اي او بالدوري داخل المسأل بتاع بركين المحل الدور الخارجي هو اللي بيصنع لهم اللعيبة دي فبيجي يلعبوا بيها عشان كده تلاقي الفرق عالية جدا في الفترة واحنا ليه ما عندناش من وجهة نظرك يعني عدد محترفين لا بتاريخنا ولا بإمكانياتنا انا بنغالف الأسعار هما بيغالوش يعني احنا أسعار اللعيبة أي لاعب يعني أديك مثل يعني محمود جاد اللي هو كان خارس مرمى المصري ومصري وكان أبا كده أمي يعني جالوا برا وجاتلوا انجترا وجالوا فريق أول وجالوا المطور للدور الإنجليزي عادنا بقى على شوية مبالغ مبالغ ايه ما انت هتاخدها في إعادة البيع وتأخدها في استقافة ما قولين الغد دلوقتي بياخد من من صلاحه بياخد من النني لأنه هو بحهم وعملهم وكده كل سنة وكل ما يجيب أرقام هناك بياخد منهم المقاولين بياخد من طاهر محمد طاهر النادي الأهل بيدفع له كل بطولة يعني ما بياخد بطولة زي ما أخدنا أي بطولة من بطولات دي النادي الأهل بيدفع للمقاولين لأن الكاتب في العادة بتاعه أي بطولة هياخد منها كذا أي بطولة فالعمال بياخد طبعاً الكلام ده بيكتبش لكن هي دي العقود كده طبعاً هو كان مفروض يعني يتنازلوا شوية عن السعر بدلاً مع تقليل مع احترامي النادي المصري بس دي كان هيتلع بره أنا بدي مثل إن إحنا ليه إن إحنا بنتغالى في أسعار اللعيبة اللي هي عتسافة بره لو كابتن فاتحي موجود مع كبات المنتخب مصر دلوقتي اللعيبة أصحاب الخبرات أحمد شناوي أحمد حجازي أحمد صلاح ليه تقريباً أكبر لعيبة دلوقتي كبات المنتخب يعني الشناوي وحجازي وصلاح والنيني والنيني الأربعة دولت جيل واحد كاس عالم عشرين 2011 اللي كان في كولومبيا كان برضو من ضمن المجموعة اللعيبة الصغيرة وترزيجية فإذن دولت من المجموعة الصغيرة اللي كانوا جيل يعني تخيل بقى جيل واحد طلع قلتلك عليهم أربع لعيبة دول كبات المنتخب مصر لو بتقول لهم كلمة نصيحة رسالة نيابة عن جماهير الكرة في مصر هما حسوا القيادة السياسية جات لهم وعملت لهم إيه؟ حسوا إن السيادة الرأس لما جالهم حسوا بالنماذج أو اللعيبة الفرديين الانباراة كانوا في الألعاب الفردية حسين أكيد هما بمصر حسين بنفسهم عاوزين يرجعوا الأماكن اللي هما فيها محترفين فيها وهم رفعين رأسهم وعملين حاجة كبيرة لأنه سايبين الأندية بتاعتهم لأن الدوري هناك شغال في الأندية دي في الجلترة أو في الوكاية أو كده فمثل معنى كده أن أنا سبت سبت عشان أعمل إنجاز تاني في مجال تاني لبلدي زي ما أعمل في النادي التاعي كل التوفيق لرويه فيتوريا هنتابع معاكم لحظة بلحظة طبعاً لغاية لما يبدأ مشوار المنتخب في البطولة يوم الحد 14 أمام موزنبيق ونشوف بكرا إن شاء الله تجربة تكون مهمة نتمنى الحقيقة يظهر فيها المنتخب بشكل طب من جماهيره ويأكد على فكرة التلاحهم جماهير الكرة المصرية في مسامدة منتخبهم حتى ما قبل انتلاق البطولة يوم الحد الجاي بالنسبة لنا أحنا طبعاً البطولة هتنطلق رسمياً يوم السبت مبارات الافتتاح لكن بالنسبة لمشوار منتخب مصري يوم 14 في مواجهة موزنبيق كل التمانيات الحقيقة لمنتخبنا إن شاء الله بطولة نكحة أشكراً كابتن فاتحي شرفتنا وأسعدتنا ونورتنا كالعادة أنا السعيد ونتمنى لمصر والناد الأهلي ونتمنى يعني كل لاعب وإن ربنا يوفقه كل مدرب ربنا يوفقه كل مدربنا وجهازنا الفني في منتخب مصر الاتحاد عمل لهم كل الحاجات والدول عم يتلوم كل حاجة والباقي على اللاعب إن شاء الله شكراً كابتن فاتحي شكراً لكم على المتابعة شكراً لكم